والبقية تقول إن شاء الله خلال يوم الجمعة اضطراب جوي سيخص الوجهة الغربية وكذلك السواحي الوسطى احتمال بعض الأمطار أكثر غزارة على الوجهة الغربية قصة المرتفعة الداخلية تحت وقع الرعود دائما هبوب رياح قوية على الوجهة السحرية الوسطى وكذلك الغربية الأمطار ستمتد إلى غاية مناطق الجنوب الغربي درجات الحرف تراجع على الوجهة الوسطى والغربية تبقى فصلية على الجنوب خلال نهاية الأسبوع إن شاء الله خلال يوم السبت تحسن في حالة الطقس رغم ذلك بعد انقشاع ضباب على الوجهة السحرية وكذلك المرتفعات طوال هضاب فالأجواء تصبح مشمسة مع هبوب دائما رياح قوية قد تصل غاية 60 كم في ساعة الوجهة السحرية الوسطى والغربية حتى على المرتفعات الداخلية الغربية سحب ستنتشر على شمال الصحراء أكثر كثفة على مناطق الجنوب الغربي خاصة على منطقة تندوف أمطار تحت وقع الرعود درجات الحرارة في استقرار خلال بداية الأسبوع إن شاء الله أجواء مغاشات تقريبا على كافة المناطق الشمالية سحب عابرة ستخص شمال الصحراء أقصى الجنوب لكن أكثر كثفة على منطقة تندوف احتمال بعض الزخات من المطار تحت وقع الرعود درجات الحرارة في ارتفاع خاصة على الوجهة الوسطى وكذلك الغربية خاصة على المرتفعات والهضاء